اشتركوا في القناة ونصف الاول من عام الفين اربعة وعشرين وحدة مكافحة اجرام الاحداث تخالف اكثر من اربعة الاف ومئتي شخص اللاجئون استفادوا من نصف مساعدات مكتب العمل المخصصة للنمسا ووزارة التعليم تواجه تحديات ازمة لم شمل اسر اللاجئين واخيرا فيينا تمدد برنامج دعم الايجار وتغير طريقة الدفع مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشرة عانت شركات الطيران ايرو وينكس وفيتس اير وراين اير وتركش ايرلين من اضطرابات في خدمات تسجيل الوصول بمطار فيينا بسبب مشاكل في انظمة البرمجيات من مزود البرمجيات الامريكي مايكروسفت ووفق لمطار فيينا فان مكتب تسجيل الوصول لهذه الشركات متعطلة ويتم التعامل مع الاجراءات يدويا وافادت تقارير اعلامية بان مشاكل مايكروسفت تؤثر على شركات الطيران ووسائل الاعلام وشركات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية عالميا واكدت الشركات المتضررة عدم وجود حل فوري للمشكلة داعية المسافرين للحضور في الوقت المحدد ومراقبة حالة الرحلات فيما اعلنت مايكروسفت انها تمكنت من حل المشكلة اعلن المتحدث الامني لحزب الحرية النمساوي هانز اميسبيا عن رية الحزب التفاوض مع طالبان لتسهير عمليات الترحيل الى افغانستان موضحا انه يجب تبني نهج برغماتي لابرام اتفاقية مع طالبان لقبول عودة مواطنيهم كما يخطط الحزب الابرام اتفاق مماثل مع النظام السوري واعتبر اميسبيا ان دمشق الكبرى اصبحت امنة منذ سنوات رغم استمرار النزاع في البلاد واضاف نعلم ان السوريين المقيمين في النمسا يقضون عطلاتهم في وطنهم رغم انهم يدعون انهم متهدون هناك ويتصدر حزب الحرية استطلاعات الرأي في الانتخابات المقبلة حيث من المتوقع تصدره النتائج ومن الممكن ان يكون هربت كيكل رئيس الحزب هو المستشار النمساوي المقبل سجلت النمسا اكثر من 13 الف طلب لجوء في النصف الاول من العام الجاري بانخفاض بنسبة 42% عن العام الماضي من الفترة نفسها وكانت زيادة بسبب زيادة حالات لم الشمل ووفق الاحصاءات وزارة الداخلية تصدرت سوريا القائمة بـ 8400 طلب تلتها افغانستان بـ 1400 طلب واكد مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاكيس ان زيادة المراقبة ادت الى تراجع كبير في نشاط التهريب في عام 2024 وتم منح 14772 تصريح اقامة منها مايصل الى 10 الاف حالة لجوء كاملة ساهمت حالات لم الشمل في ارتفاع نسبة النساء بين طالب اللجوء الى 46% مقارنة بتسعة بالمئة في عام 2022 سجلت وحدة مكافحة اجرام الاحداث التابعة للشرطة الاتحادية النمساوية 4200 بلاغا رسميا عن جرائم ارتكبها قاصروم واعتقلت 380 متهما مذ تأسيسها في مارس 2024 ووفقا للوحدة شهدت العاصمة فين نصف البلاغات والاعتقالات واكد وزير الداخلية جيهارد كارمر استمرار الحكومة في دعم هذه الجهود لحماية المواطنين حيث تركز الوحدة على مراقبة المناطق الحضرية لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز الأمن وتتنوع الجرائم بين السرقة والإيذاء وتنفذ الوحدة أيضا برامج وقائية واسعة شملت أكثر من 6100 برنامجا استهدفت حوالي 140 ألف شخص أظهرت إجابة على استفسار من النائبة داجما بالاكوفيتش المتحدثة باسم حزب الحرية النمساوي أن مكتب العمل في النمسا أنفق أكثر من 128 مليون يورو لدعم العاطلين من الدول الثالثة وهو ما يتجاوز نصف المبلغ المخصص لدعم المواطنين النمساويين وتم تخصيص أكثر من 72 مليون يورو لطالب اللجوء وثمانية فاصل خمسة مليون يورو للحاصرين على الحماية الثانوية وكان اللاجئون من سوريا في مقدمة المستفدين بثلاثة وثلاثين مليون يورو تلاهم الأفغان والأتراك كما احتلت صربيا وروسيا المرتبة الرابعة والخامسة وعلقت بلاكوفيتش على الأرقام بانتقاد مشيرة إلى أن مكتب العمل يمول الصراعات بعد ارتفاع معدلات العنف في فينا حذر وزير التعليم النمساوي مارتين بولاتشيك من أزمة تواجه النظام التعليمي بسبب إجراءات لمشا من أسر اللاجئين وأوضح أن معظم الطلاب القادمين مع عائلتهم يفتقرون إلى المهارات اللغوية والأكاديمية اللازمة للاندماج في التعليم النمساوي ويجري الوزير نقاشات مع خبراء التعليم لبحث سبل مواجهة هذه التحديات ويرى أن الخطوة الأولى لدمجهم هو تعلم المهارات الأساسية التي يتم تطويرها عادة في رياض الأطفال حيث تعمل وزارة التعليم على توسيع برامج الفصول الدراسية الخاصة لمواكبة الزيادة في أعداد الطلاب وسيتم التركيز على تعلم اللغة الألمانية وقد بدأت الوزارة في إجراء تعديلات على المناهج الدراسية لملاءماتها لإحتياجات الطلاب أعلنت مدينة فينة عن تبديد برنامج فونونكسيخرون بلوس حتى نهاية العام الحالي لمساعدة المستأجرين في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة ويهدف البرنامج إلى منع الإخلاء عبر تقديم دعم مالي مباشر للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار وبموجب التمديد سيتم تغيير طريقة الدفع لتحويل الدعم مباشرة إلى أصحاب العقارات بدلا من المستأجرين ويشمل الدعم جميع المتأخرات في الإيجار مع شرط مشاركة المستفيدين في برامج استشارية أو خدمات أخرى وساعد البرنامج أكثر من 11300 شخص حتى الآن وأثنى عمدة فين ميخيل لطفيق على التزامه بمساعدة السكان في الأزمات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر